من الواضح كده ان ازمة محمود كهربا مع نادي الزمالك الرابط من الانتهاء في الفترة اللي احنا فيها كهربا ظهر في تدريبات الاهلي وكان بيدحك وبين عليه ان هو سعيد ومرتح نفسيا ودي حاجة فسرها البعض بان الازمة رابط تنتهي قالت كمان التقارير ان في لعبة معمولة بين كهربا ومجلس ادارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب علشان يتلعب بمرتدى منصور وفي نفس الوقت الازمة تتحل تفاصيل الازمة دي بنوضح لحضراتكم في الفيديو ده فخليكم معنا تقارير صحفية ذكرت ان محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة نادي الاهلي استقر على تحويل غرامة محمود عبد المنعم كهربا لصالح نادي الزمالك لاحد الحسابات الخاصة بالقلعة البيضة والمحجوزة عليها بحكم قضائي اضافت كمان التقارير ان كهربا بامر من ادارة الاهلي هيحول الغرامة الموقع عليه لحساب الزمالك وبعدها يبعت اللاعب لاتحاد الدولي لقرة القدم بانه سدد الغرامة وهيبعت لهم كمان ما يثبت كده علشان يتم بعدها إلجاء عقوبة الايقاف الموقع عليه كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق كان اعلن انه تم الحجز على حساب القلعة البيضة في احد البنوك واكد انه اصل قيمة الاحكام اللي تم الحجز بيها حوالي 50 مليون جنيه كمال شعيب في تصرحاته قال ان ممدوح عباس حصل على احكام نهائية لصالحه في 2015 و2016 ولكنه رفض انه نفذها الا بعد انتهاء الموسم الرياضي علشان ما يقصرش على فريق النادي او فرق النادي على الرغم من تعرض كمان موكله لايهانات يومية اكد كمان المستشار القانوني لممدوح عباس ان الحجز ما تمش على حسابات الزمالك في كل البنوك وانما على حساب واحد بس في بنك واحد كانت كمان لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اصدرت قرارها بيقاف كهرباء لمدة 6 شهور لحد ما يدفع الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك المحكمة الرياضية الدولية كانت قرارة في مارس اللي فات فرض عقوبة على كهرباء لصالح نادي الزمالك بقى حقية النادي في الحصول على 2 مليون دولار بالاضافة كمان لـ 5% فوائد على المبلغ لحد تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة في الساعات اللي فاتت كشف كمان الاعلامي محمد فاروق عن اتفاق بين مجلس ادارة النادي الاهلي ومحمود كهرباء لها بالفريق بخصوص الغرامة قال فاروق في تصراحاته او في تصراحات تلفزيونية ان مسؤولي الاهلي تواصلوا لاتفاق جديد مع محمود كهرباء جناح الفريق انه هيستمر في الفترة اللي جاية مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر المدرب او المدير الفني الجديد للقلعة الحمرة كامل فاروق وقال كمان ان الاهلي بلغ كهرباء ان النادي هيتحمل غرامة الفيفا الصدرة لصالح الزمالك بقيمة 2 مليون دولار ولكن اشترط الغرامة دي هيتم تزددها كمان عن طريق خصم جزء من عقد كهرباء السنوي مع توقيع عقد جديد كمان بين الاهلي واللاعب لمدة 3 سنين جايين قال كمان انه هيتم خصم قيمة الغرامة من عقد كهرباء بمدة العقد الجديد اختتم كلامه وقال ان الاهلي اشترط على كهرباء ان الشرط ده هيتليجي تماما في حالة او في حال كمان حدوث ازمات او مشاكل خلال الفترة اللي جاية سواء بين زملاء واللاعبين او الجهاز الفني زي ما حصل قبل كده مع محمد الشناوي وموسيماني اكد كمان الاعلامي احمد شبير ان كهرباء شارك في التدريبات وموقفه كمان هيتضح خلال الايام اللي جاية وان معلوماته ومصادره اكدت له ان الاهلي مش هيتخلى عن كهرباء او ان موقف كمان مشاركته مع الفريق في ايد المدير الفني الجديد مارسيل كولر الهال اتعاقد مع مارسيل كولر لمدة موسمين جايين ومعاك امان ثلاثة معاونين مدرب ومدرب احمال ومحل الاداة اشتركوا في القناة